نواصر معكم نشرة الخامسة أعلن السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة رشحت سفيرا جديدا لها لدى مصر وتمت الموافقة عليه ورفض عبد العاطي ذكر اسم السفير الأمريكي الجديد قائلا إن ذلك أمر يخص الجانب الأمريكي كونه مسألة تتعلق بالإجراءات البيروقراطية الداخلية الخاصة بعملية تعيينه وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة أنباء رويترز إن إدارة أوباما تعتزم ترشيح سفيرها في العراق ليخلف آم باترسن التي غادرت منصبها في القاهرة في الثلاثين من أغسطس الماضي